وخلال المؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الأرقام الأولية بحجم الصادرات المصرية لعام 2022 قد ارتفعت إلى 53.8 مليار دولار بنسبة زيادة تقترب من 20% وذلك على الرغم من التحديات التي واجهتها الصناعة والإنتاج وأكد مدبولي أنه لولا الظروف الاستثنائية في عام 2022 كان الرقم قد تضاعف وأشار إلى أننا نسير في الطريق السليم ولفت رئيس الوزراء أيضا إلى أن واردتنا هي غير بيترولية كما هي مثل العام قبل الماضي 2021 بقيمة 80 مليار دولار نتيجة للسياسة الترشيدية للحكومة إن أنا أقول لحضراتكم الرقم المبدئي إن إحنا صادرات مصر ارتفعت إلى 53.8 مليار دولار بالمقارنة حضراتكم تتذكروا السنة اللي قبلها كنا 45 يعني تقريبا نسبة زيادة تقترب من 20% وده بالرغم من كل التحديات اللي وجهتها الصناعة في مصر والإنتاج في مصر في عام 2022 والظروف الصعبة اللي إحنا وجهناها ولكن الأرقام والمؤشرات الأولية بتقول لنا هذه الأرقام وده بيؤكد إن بالرغم يعني وده اللي أنا عايز أقوله إن يمكن لو لا الظروف الاستثنائية الصعبة اللي إحنا عدينا فيها في 22 كان الرقم كمان حيبقى أعلى من كده ولكن مع كل ده برضو إحنا ماشيين في الطريق السليم من إن كل سنة بنتزايد الصادرات المصرية بأرقام جيدة جداً وبنسب ليست بالقليلة يعني عم نتكلم في 20% لكن الرقم المهم إن أيضاً واردتنا الغير بترولية وأنا بأكد عليها هو نفس الرقم اللي كان موجود في 21 في حدود التمانين مليار وحتوقف عند النقطة دي مهمة جداً إحنا في 22 ووجهنا بارتفاع شديد جداً في أسعار سلع كبيرة زي الوقود والأمح وكل المستلزمات الزراعية اللي إحنا بنستوردها من الخارج السلع والحاجات الزراعية ومع ذلك فطورة الواردات كرقم هو هو ده معناها إن إحنا بدأنا فعلاً من خلال خطة الترشيد وخطة يعني مراجعة وحوكمة موضوع الواردات الكميات نفسها قلت ترجمة نانسي قنقر